بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول لكن ما زلنا في قول الله تعالى لا يظهر على غيبه أحدا وقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن المنجمين وعن قراءة الكاف وعن من يتوقع نزول الأمطار وغير ذلك وانتهينا إلى مسألة كان القرطبي أثارها في قضية أنه من قال أنه من قال أنه يعلم نزول الغيث فقد كفر لأنه هذه من المغيبات الخمسة التي لا يعلمها إلا الله وربما يعني يسأل سائل فيقول الأرصال الجوية الآن ربما تعلم متى ينزل المطر ونحن قلنا أنه التعبير بالغيث إنما أريد به معنى دقيق لأنه القرآن الكريم يعني جاءت لفظة الغيث في موطنين في القرآن الكريم على معنى الماء أما الاستغاثة وغير ذلك فقد جاءت في مواطن أخرى قضية الغيث فيها معنى دقيق يختلف عن قضية الألفاظ الأخرى التي ذكرناها في منظومة المطر المطر والوابل والطل الصيب والثجاج والمزن والوتق وغير ذلك من الألفاظ التي ذكرناها لأن لفظة الغيث فيها معنى إضافي ما هو الغيث على الدقة إذا أردنا يعني معرفة لماذا أو ما الحكمة أن الله خص أنه قال ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام تنزيل الغيث قالوا الغيث هو الماء الذي ينفع الأرض لذلك قد يعلم الناس متى سينزل الماء لكن لا أحد يستطيع أن يعلم أن هذا الماء الذي نزل هل سينفع الأرض أم لا ولذلك كانت لفظة الغيث لها خصوصية ولها دلالة دقيقة جدا على أنها نفع الماء للأرض وهذا لا يعلمه إلا الله ولذلك لاحظوا في حديث الماء المسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الجذب أن لا تنطروا ولكن الجذب أن تمطروا وتنطروا ولا تنبتوا الأرض شيء لأنه قضية نزول الماء يعني تعلق نزول الماء بالإنبات هذا تعلق ظاهري ليس تعلق حقيقي لأن المنبت حقيقة هو الله سبحانه وتعالى حيث قال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة لنخرج به حبا ونباتا ولاحظوا ما قال ليخرج به أي ليس الزرع يخرج بالماء قال لنخرج به أي الله هو المخرج الحقيقي للنبات ولذلك قال أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون الإنبات هو من الله سبحانه وتعالى قد ينزل الماء ولا ينزل ولا يكون هناك إنبات ولذلك خص الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي ينزل الغيث وهو وحده الذي يعلم هذه القطرة من الماء ستنفع على أرض أم لا أما قضيت كما قلنا نزل الماء قد ينزل الماء ولا يأذن الله لهذا الماء أن يكون ينبت شيئا على الأرض نعم ولذلك يعني قلت ب إذا قال هذا فربما قصد هذا المعنى الدقيق أما الأرصاد الجوية كما قلنا تعلم هبوب الرياح وحركة الغيوم ولكن كما قلنا قد حتى تمر الغيوم على بلاد توقع زخات مطر وتوقع نزول مطر ولكن لا يعلم الغيب الحقيقي في قضية معرفة نفع الماء الأرض إلا الله سبحانه وتعالى يعني لما قال الله سبحانه وتعالى ونزل الغيث ويعلم ما في الأرحام يعني بالشيء يذكر مما ذكره بن رجب الحنبل في شرحه على في فتح الباري في الحديث الذي أخرجه الإمام مالك في الموطأ والبيهقي أن سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة يقول استدعى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فأوصاها من ضمن كلام كثير فقال أخواكي وأختاكي فقالت فأما أخوايا فأعلم من هما وأما أختايا فليس لي إلا أسماء فقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال أشار بالحمل الذي كانت تحمله زوجته أنه سيكون أنثى وفيما بعد فعلا ولدت أنثى وسميت أم كلثوم فهذا أيضا مما يعني يعلم الله سبحانه وتعالى بعض أوليائه وأما الكلام عن الأولياء فأنا حقيقة لم أبحر فيه على اعتبار أنه أمر مفهوم مفروع عنه أو مفروع منه عند أهل السنة فلا يحتاج إلى كثير بسط ولا كثير شرح فالكتب مليئة بيعني كرامات الأولياء وما من الله سبحانه وتعالى عليهم إذن قال عالم الغيب فلا يظهروا على غيبه أحدا الآن دعونا نجمل كل الذي ذكرناه في حلقات ثلاث عن قضية عالم الغيب نستطيع نجمل الكلام بنقاط سريعة الخلافة الذي حصل عند كل العلماء في الكلام على الغيب وهل هناك أحد يعلم الغيب أم لا يعلم الغيب هو يلخص يعني يلخص بكلمات قلائل نقول الغيب المطلق طالما أن الله لم يطلع أحدا من خلقه عليه فلا يعلمه أحد إلا الله هذه قاعدة أولى إذا أعلم الله سبحانه وتعالى بعض خلقه من ملائكته لمباشرة بعض الأفعال خرج من كونه غيبا وأصبح يعني أمرا ظاهرا أي أن الله لم يعني أظهر الغيب وليس أنهم هم الذين ظهروا على الغيب فلما أظهر الغيب أصبح الأمر منكشفا يعني كما قلنا الملك الذي وكله الله بالجنين فهو موكل بالجنين فيكتب رسقه وأجله وشقيه أم سعيد فسيكتب بأي أرض يموت وسيكتب ماذا يكسب غدا وسيكتب أشياء كثيرة مما أعلمه الله وليس معنى هذا أن هذا الملك يعني ظهر على الغيب إنما أظهر الله له الغيب و هذا فارق دقيق جدا ذكرناه سابقا لأن الله سبحانه وتعالى قد يوكل بعض ملائكته ببعض الأمور فهي تقوم بهذه الأعمال طاعة لله سبحانه وتعالى وتقوم بهذه الأعمال أيضا على اعتبار أنها هي المباشرة لها كما قلنا أن جبريل قال للسيدة مريم إنما أنا رسول ربك لأهب لك ولا من زكية و علمنا أن الله قال يهب لمن يشاء إناثا و يهب لمن يشاء الذكور لكن لما وكل بهذا العمل جاز له أن ينسب الهبة لنفسي على اعتبار أنه المباشر لها و هذا ما ذكره الطبري و ذكره جمع كبير من المفسرين كذلك عندما يعني الله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة إلى قوم لوط أيضا ماذا قالوا قالوا إن رسلنا إلى قوم المجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين ما قالوا ليرسل الله إليهم قالوا نرسل نحن إليهم فنسب الإرسال إلى أنفسهم لأنهم هم الذين باشروا عذاب قوم لوط المسألة الأخرى التي يعني نقول عنها أيضا أن الغيب إذا خرج أخرجوا الله من علمه و علموا بعض خلقه عند ذاك يكون استراق للسمع من الشياطين من المردة يكون هناك يعني بعض الملائكة التي اطلع على الغيب قد يعلم الله بعض أوليائه على مسألة و حتى الأنبياء يعني هناك غيوب لا يعلمونها من دون إعلام الله يعني إذا ما أعلمهم الله الغيب هذا فلا يعلمونهم قطعا و لذلك لاحظوا أن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول من قال أن محمدا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية هذا أمر خطير جدا أن نقول أن النبي يعلم ما في الغد و لذلك قال وما أدري ما يفعل بي ولا بكم و آيات كثيرة لو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما استني السوء هذا بنص القرآن الله يقول له قل يا محمد هذا الكلام و هنا في هذه الآية صرح النبي تصريحا كاملا قال أنا لا أعلم الغيب يعني عالم الغيب فلا يظهر على غيبي أحدا وسنقف أيضا على المسألة بدقة بدقة شديدة إن شاء الله لكن ابتداء قلنا أن الأنبياء لا يعلمون حتى أن النبي أسوال سلم لما مر فرأى عرس و كان فتيات يغنين فقال و فينا رسول الله يعلم ما في غدي فقال دعي عنك عنك هذا تركي هذا الكلام هذا الكلام لا يليق النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم شيء إلا بما أعلمه الله له و لذلك لاحظوا لو استعرضنا حياة الأنبياء لنجد أنه جميع الأنبياء يعني كانت لهم مواقف صعبة و ما أدركوا فيها ماذا فعلوا يعني ما أدركوا فيها الغيب في هذه المسألة لما جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام جاءه الضيوف فذبح لهم عجلا و قدم لهم طعاما و تعب في إعداد الطعام و لو كان يعلم أنهم ملائكة لا يأكلون لما طبخ لهم و لما عد لهم طعاما لأنه يعلم أن الملائكة لا يأكلون إذن هو جاءه ضيوف و لم يعلم من هؤلاء الضيوف كذلك يعني لما أمره الله بذبح إسماعيل عليه السلام لو كان يعلم الغيب أن إسماعيل لن يذبح لما كانت هناك محنة و لما كان هناك رفع درجة لإبراهيم عليه السلام و لما سمى الله ذلك الأمر إن في ذلك بلاء عظيم سمى البلاء العظيم على اعتبر أنه كان إبراهيم عليه السلام ما كان يعلم حقيقة الأمر كذلك سيدنا لوط لما جاءته الضيوف سيئة بهم و ضاق بهم ذرعة و لو كان يعلم أنهم ملائكة أيضا ما كان لا يستاء و لا يعني يضيق ذرعا بما جاءه من هؤلاء الضيوف و كذلك يعني سيدنا موسى عليه السلام أيضا سيدنا موسى عليه السلام لما ذهب مع الخضر كثير من الأشياء كان يسعل عنها و ما كان يدرك ما هو الغيب الموجود وراء هذه المسائل لولا أن الله أعلم الخضر علم لدني خاص علمه للخضر حتى أخبر موسى عليه السلام فيما بعد بما أراده الله من هذه الحوادث التي جرت و لو رجعنا أيضا حتى إلى يعني سيدنا يوسف عليه السلام و المحنة التي وقع بها يعني ما من سيدنا يعقوب مع يوسف عليه السلام و المحنة التي وقع بها يعني لو كان يعقوب يعلم الغيب لعلم أن يوسف بخير و أن يوسف قد أصبح وزيرا ولما يعني بيضت عينه من الحزن وهو كظيم وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في المحنة العظيمة التي وقعت له يعني لو كان يعلم أنه الغيب لما حزن هذا الحزن وهو يعلم ببراءة سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ولكنه كبشر وإنسان لا شك أنه تؤثر عليه هذه المسألة عندما يعني يصل الأمر إلى الطعن بأهله وأهل بيته وشرفه وهو الغيور عليه الصلاة والسلام لا شك فذاك كان يعني قد أثر فيه كثيرا عليه الصلاة والسلام لذلك نقول أنه قضية يعني عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا لا أحد يعلم الغيب المقصود بالغيب المطلق الذي لم يخرجه الله من علمه يعني طالما أن الله لم يخرجه من علمه لا شك أنه لا مخلوق على وجه الكون كله يعلم شيء إلا بعد أن يظهر الله ذلك الغيب لبعض خلقه لأمور تدبير الكون وهذا أمر يعني متى ما شاء الله أن يظهره أظهره إذن هذا هو الملخص الذي ذكرنا أما ما ورد من ما نقلناه عن إمام الرازي وما نقله عن شق وصطيح وهذا الكهنة التي كانت وجود وكهنة بغداد التي كانت تخبر بالإخبارات الكثيرة يعني كيف ربما بعض البعض يقول يعني كيف نفهم هذا الأمر نقول لا يعد ذلك إخبار عن كهنة والكهنة كما هو معروف النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه شيء مرضة الجن يعني يركب بعضهم بعضا حتى يسترقون المعلومة من السماء فيلقي بعضهم لبعض وتلحقهم الشهب وقد ينجو منهم البعض بمعلومة أو بمعلومتين فيلقيها في أذن الكاهن ويخلط معها مئة كذبة ويخبر بها هذه الإخبارات فحتى الكهنة لشق وصطيح الذين كانوا في الجاهلية ما أخبرها به كان إخبار عن شياطين وأما كهنة بغداد فلا شك أنها كانت يستعامل مع الجن وهذا لا ظهر فيه في قضية إخبارها عن ذلك لأنها ما أخبرت عن إطلاعها على الغيب وحاش لله أن تطلع واحدة مثل هذه على علم الله لولا أن الله أظهر ذلك الغيب ببعض خلقه وكان هناك استراق للسمع أما إخباراتها الدقيقة فهذه يعني إن صحت لأن الرازي حقيقة نقل عنها وبينها وبينها وبين الرازي يعني زمن بعيد جدا وحتى صاحب كتاب المعتبر الذي نقلنا عنه أنه كان يهودي فأسلم وربما يعني زاد في ذلك يعني هذا هو كلام لأبي حيان في البحر المحيط يعني ينتقد ما ورد عن الإمام الرازي وأنا نقلت النقد أيضا من باب الأمانة العلمية أنه قال يعني أنه المؤلف هذا ربما زاد أشياء من عنده تعظيما لشأن تلك الكاهنة ولكن لا يعدو إخبارها إخبارها عن إخبار إخبار مردة الجن والشياطين فيما يقوله في أذن الكاهن يعني هذا تقريبا نستطيع أن نقول ملخص عن قضية علم الغيب الذي لا يظهر الله عليه أحدا هذا ملخص تقريبا لما يعني قدمناه عن قضية من يعلم الغيب وما هو علم الغيب بين الأنواع الكثيرة التي ذكرناها ومن أحوال الناس ولكن أيضا يبقى كنا مجال التوقع ومجال الفراسة ومجال جمع الخيوط الغائبة وإكمال الخطوط الناقصة في فكرة معينة تبقى هذا يعني جهد ذهن البشري ولا يعتبر ذلك غيبا ولا يعتبر ذلك خرقا الغيب ولا يعتبر ذلك كفرا أصلا لو كان مبني على الظن ومبني على الحدس ومبني على قضية الفكرة والفطانة في رؤية بعض الأحداث التي ربما العامة لا يرونها لكن يعني يراها ربما شخص المدقق المختص لذلك يعني يجب أن نفرق أيضا بين ما يكون توقعا وظنا وبين ما يكون إخبار عن الشياطين وكل هذا كل هذا كما قلنا محصور في مسألة أن الغيب بيد الله إذا أخرجه من عندي إلى بعض خلقي يعني أمكن استراق بعضي قد يكون الله سبحانه وتعالى يلهم بعض أوليائه قد تكون رؤية صالحة وقد ذكرنا تفصيلات هذه في الحلقات الماضية لكن أردت أن أجمع الموضوع حتى يعني يكون للمقابل جمع لما ربما شتتنا ذهن المشاهدين في كثرة ما استعرضنا من مسائل لكن جمعناها في هذه الحلقة حتى يكون رباط الأمر كله ويجب أن نعلم أيضا أن الله حتى لو أعلم بعض خلقه من الرسل على الغيب فذاك لا يعد إلا جزئية صغيرة من الغيب فإن لا يمكن للعقل البشري أن يستوعب علم الله والغيب الذي أراده الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث اللهم أن يسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أعلمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إذن هناك علم غيب قد استأثر الله سبحانه وتعالى به فلا يعني ضير أن يكون هناك يعني غيب عظيم جدا لا يعلم الإنسان لأن الله يقول ولا يحيطون بشيء من علمه شيء بسيط جدا بعض علمه في جزئية معينة قد يعلم الله سبحانه وتعالى بعض خلقه نعم قال لا يضير على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول هذه إلا أيضا وقع إشكالية عند العلماء ما هو المراد بإلا لأنه هذه إلا سيبنى عليها يعني معنى جديد فيكون من أخر الاستثناء مقطعا فيكون المعنى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا وانتهى أي أن الله لا يظهر أحدا على غيبه ثم ابتدأ الكلام لكن إذا ارتضى من الرسول يعني يكونها إلا من ارتضى كأنه على معنى لكن من ارتضى من رسول يجعل له حفظ من حوله فيكون معنى ثاني الآية الثانية لها معنى ثاني غير متعلق الآية الأولى أما ما ذهب إليه كثير من العلماء والجمهور قالوا هنا إلا على الاستثناء المتصل أي يكون عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول إذا ارتضى رسولا فإنه يعلمه نعم وهناك قول ثالث ذكره الآلوسي قال إلا من ارتضى هنا إلا على معنى العطف أي أن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب وحده واستأثر بعلم الغيب وحده لا يعلم أحدا لا رسولا ولا غير رسول هذا أيضا قول موجود في التفسير إلا من ارتضى من رسوله ارتضى من الرضا أي يعني ارتضاه الله ورضيه الله سبحانه وتعالى أن يعلمه شيئا ورضى الله عن العبد رضى الله عن العبد أن يوفقه ويوسر له أمره وأن يعني يلطف به ويوسر له أمره كما قلنا ورضى العبد عن ربه أن يقوم بما أمره الله به وأن يبتعد عما نهاه وأن يأتمر بما أمره هذا يعني إلا من ارتضى من رسوله أما الرسول من هو المقصود الرسول البشري أما الرسول الملائكي أو الملكي ذهب البعض يعني هما فيها قولين منهم قال أنه المراد بالرسول هو الرسول الملكي ورد الجمهور كبير مفسرين على أن السياق لا يحتمل ذلك لأنه قال إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصد وقالوا الرسول الملكي هنا المراد به جبريل ولكن حقيقة الرسول هو إرساله إلى رسول البشر وليس رسول الملائكة لأنه الرسول من الملائكة لا يقرفه شيطان ولا يأتي إليه شيطان فليس هو المقصود في الكلام قطعا وهناك قول ثاني على أن الرسول المراد به الرسول البشري إن الله إذا رضي عبداً واصطفاه للنبوة واختاره للرسالة فإنه يعني يطلعه على ما يدعم به رسالته من أحكام الغيب ومن معلومات عن أمته كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إخبارات كثيرة عن أمته وما سيجري لها وما سيكون لها من أحداث وكتب السنن حقيقة وكتب الأحاديث والسنن والصحاح وغير ذلك المساند مليئة بإخبارات النبي عليه الصلاة والسلام بما أخبر به هذه الأمة وما يجري لها ويعني يكفي حتى فقط لو طلع أحدنا على علامات الساعة الصغرى وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أحداث ستقع وهي تقع الآن يعني سبحان الله يعني واحدة بعد الأخرى نراها أمامنا ونقول سبحان الله العظيم كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذه الإخبارات الدقيقة وكأنه يرى ما يقع لنا وهذا لا يمكن له إلا أن يكون عليه الصلاة والسلام قد أخبره الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر ولذلك نلاحظ هناك إشارة قرآنية جميلة أن الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ويخبره بإخبارات دقيقة للقوم أنه يعني ماذا حدث لقوم مريم عندما اقترعوا من يكفل مريم وماذا فعلوا ويخبر عن قوم موسى كيف خرجوا ألوف حذر الموت ويخبر عن أهل الكهف ويخبر إخبارات دقيقة جدا يكاد الذي يسمع هذه الإخبارات يقول هذا الكتاب هذا الإخبار لا يمكن إلا أن يكون محمدا صلى الله عليه وسلم شاهدا حاضرا على هذا الإخبار لأنه كيف يخبر هذه الإخبارات الدقيقة ثم يأتي الرد القرآن في آيات أخرى وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُحْقُونَ أَقْلَامَهُمْ وَمَا كُنتَ بِجَانِبَ الْغَرْبِيْءِ أيضا قضينا إلى موسى الأجل وما لو اطلعت عليهم لو لئت منهم فرارة ولم لئت منهم رعبة يقول لو اطلعت عليهم لكنك لم تطلع عليهم إذن عندما يخبر الله سبحانه وتعالى إخبارات دقيقة يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام ثم تأتي آيات تقول يا محمد أنت ما كنت موجودا ولا كنت حاضرا إذن بالنتيجة بالجمع بين الأقوين بين القولين كيف يخبرنا بإخبارات دقيقة وهو لم يكن حاضرا فتبقى النتيجة هو بإعلام الله له وهذا هو المراد من حقيقة المعجزة أنه يعني ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام هو من إخبار الله له في هذه الجزئية قال إلا من ارتضى من رسول ولذلك ورد عن قتادة ومجاهد والسد وعن ابن عباس كذا قالوا ما يأتي جبريل إلا ومعه أربعة من الملائكة يحفظون الوحي من استراق الكهنة والسحرة والشياطين والمردة تأتي بالوحي فتأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو حتى الأنبياء السابقين فتحيط بهم ويوحي الله سبحانه وتعالى إليهم ولذلك قال حتى الطبر لأنه قال الروحي قال ما من وحي نزل إلا ومعه أربعة من الملائكة وذهب بعض العلماء قالوا أكيد أنه مراد به جبريل عليه السلام لأنه الرسول الموكل بنقل الرسالة بين الله وبين رسوله ولذلك أيضا ذكروا مسألة أخرى أيضا قالوا وقد تكون بعض الآيات يعني ينزل معها ليس أربعة من الملائكة كما ورد في حديث ويعني ذكره البعض بالضعف أنه سورة الأنعام نزل معها سبعون ألف ملك يشيعونها وآية الكرسي نزل معها كذا ألف ملك لما نزلت هذه الآية وهذه الآيات إنما يعني يأتي الرسول ومعه الحفظة حتى يوصل الرسالة والآيات إلى الرسول الذي اختاره الله سبحانه وتعالى وأرادهم أما هنا سنقف على مسألة نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم يعني هل هناك يمكن أن الجن يخترقون هذا الحفظ من الله فيسترقون شيئا ويعني والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الله قال عصمني من الإنس والجن فإن كان معصوما عن الإنس والجن فما حاجة إلى الحفظة أن يسلك بين يديه ومن خلفه رصد هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم إلى ذلك الحين نسعدكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا